المنتظرين بكنا نشوف إيه الحياة في مصر هو التوقع طبيعي يعني أستاذ أحمد هما أعلنه هما يعملوا يعني دي سياساتهم ومستمرة اللي مش ما عندهش سياسات ولا مستمرة ولا حد عارف حاجة ويتحول المؤسسة اللي المفروض تبقى هي الأكثر شفافية والأكثر إفصاحا عن كل سياساتها ومستقبلها وخريطتها هي البنك المركزي المصري وأنا دعوني أقول لحضراتكم أن حتى هذه اللحظة حسن عبدالله رغم وجوده بشكل يعني غير ثابت في هذه الوظيفة حسن عبدالله لم يخرج ولو لمرة أحدة على أي شاشة تلفزيونية يتحدث فيها للجمهور عن مستقبل فلوسهم محدش بيكلمكم عن العملة المحلية اللي إحنا بناكل وبنشرب وبنسافر وبنروح وبنيجي بيها العملة اللي إحنا بنشتغل وبنتوقع أن إحنا هنقبضها لا أحد يحدثكم عن عقل الرئيس البنك المركزي وفي ماذا يفكر إحنا فقط بنشوف نتائج بترتفع فيها العملة بتقل فيها العملة المحلية أمام ارتفاع الدولار بنشوف النهاردة أن إحنا السعر بينزل بيزيد خمسة كروش علشان يبقى النهاردة بتسعتاشر جنيه أربعة وخمسين قرش وهنظل في هذا طويلا إلى أن تأتي لحظة الحقيقة إيه هي لحظة الحقيقة؟ لحظة الحقيقة أن تحركات أسعار الصرف في السوق تنطلق تتحرر لا يكون المعيار فيها لمن يضع الأرقام على الشاشات وإنما المعيار فيها لقوة الاقتصاد أول ما يبقى المعيار هو قوة الاقتصاد أول ما الجنيه سعره الحقيقة هيبان السوزحمة تفضل وبيتوقع عشرين جنيه قبل هذا الشهر محدش يارف السوزحمة ممكن جدا يحصل تعويم ممكن جدا نكتشف أنه تلاتة وعشرين جنيه ممكن نكتشف أنه بواحد بعشرين ممكن نكتشف أنه والله الاقتصاد قوي جدا جدا وإحنا سبتين على هذا الرقم ومش هنزيد عن سعة شهر أربعة وخمسين وهذا أصعب شيء ممكن يحصل لأننا عارفين كلنا والاقتصادين في العالم كلهم عارفين والتقارير الدولية والبنوك العالمية اللي بتطلع تقارير للناس تشتري سندات مصرية أو أسهم مصرية ولا لأ أنه الجنيه في وضع صعب جدا الجنيه في مصر في الإنعاش هينقذوه ولا هيسيبوه في كل الأحوال كلنا اللي هندفع هذه الفاتورة فاتورة منعاش الجنيه المصري مدفوعة من دمنا الحي من جيوبنا ومن جنهاتنا المصري سوز أحمد إذن نوبة غلاء أسعار أيضا جديدة حتكون ننتظرها نتوقحها في الأسعار في السلع حتى أصحاب المزاك حتى الناس بتوعي السجاير سجاير زادت ما أعرفش حياء هو السجاير دي ما يقابده ملاش أهل كل ما يحب الزاوية وايك هزاو السجاير طبعا لإن بقي السلع بالزاوية بتزيد بنفسها اشتري الدخان بترفع أسعارها لعدد من أصناف السجاير بدء من اليوم يعني حتى الناس اللي هم الخرمانين الناس اللي هم يعني مزاجهم من الواقع بيحاول حيلاقي برضو قدامه أنت يا ولدي على كل المحاور مرصود 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 النهاردة ساعتك مش بس الشلال الدخان أعتقد فيه حاجة النهاردة أيضا آه دي مشكلة أخرى بتاع شركات تأمين شركات التأمين اللي النهاردة في مصر بتطالب العملة بتعديل قيم الأصول بتاعتهم ألا خلاص يا عم أنا كنت بأأمل لك على السيارات أأمل لك على أقارات بأعمل تأمينات وكانت قيمة الجنيه كانت بكذا النهاردة أصبح الجنيه مليوش قيمة فعدل قيم التأمين في هذا الإطار هي الموضوع محزن إنما الأكثر حزنا وواجعا لي كمصري لما تسمع واحد خبير بدرجة وزير سابق وخبير اقتصادي بحجم دكتور جودة عبدالخالق وبقولك إن احنا تحولنا إلى فقران تجارب اقتصادية في مصر ده يا احمد للأسف أنا طبعا قرأت المقال كاملا وأكيد أنت قرأته الراجل بيكلم عن زيت وميت ونطاط الحيط والخبير والاستراتيجي وكله بيكلم في الاقتصاد نرفع سعر الفائدة لأن مش عارف نايمل إيه بيقولك إحنا عندنا عشوائية غير عادية فيما نتخذه من قرارات اقتصادية في هذا البلد وكأن احنا تحولنا إلى فقران تجارب في هذا الوقت صحيح أنا شفت المقال لكن لاحظت ملاحظة السين الدكتور جودة عبدالخالق لا يقدم حلولا في هذا المقال يعني هو بيرس واتفقت الوضع لكن لا يقدم حلولا وأعتقد أنه واحدة من المشاكل الأساسية أنه الحلول اللي يحتاج إلى اقتصاد المصر النهاردة حلول خارج المدرسة اليسارية مع كامل احترامي وحبي وتقديري احنا بنحتاجين حلول لبرالية حديثة مفتحة على الاقتصاد العالمي النهاردة ما ينفعش تجي تكلمني عن انت بتشتري بترول مهرب من روسيا احنا النهاردة نشوف كده الخبر بتاع البترول عندنا أكتر من 51 شحنة بترولية جات من روسيا بأسعار خارج السوق العالمي خد بالك السوق العالمي في أسعار والروس بقى عشان مزنقين وبيحرب وبتاع بتديك أسعار تانية خلص هل احنا شارعين بأسعار أعلى هل احنا شارعين بأسعار أقل في الحقيقة في قفزة في التدفقات البترولية الروسية جاية المصر لكن ده ما بيمشيش عادي ده بييجي معا تحديات دولية في الحقيقة وعدم مساندة دولية لملفات المصرية المختلفة دينا شايفين الأمريكان موقفهم ايه في موضوع سد النهضة بالتأكيد الأمريكان مش شايفيننا شركاء استراتيجيين في مسألة المياه بالتأكيد احنا الخطط والحلول السياسية الحالية اللي بتأثر على الاقتصاد مش نفعة بالتأكيد الدكتور جودة عبدالخالق يستطيع أن يتحدث بوضوح أكثر وبعمق أكثر عن ما يجب أن يتوقف من مشروعات وهما يجب أن يستمر لكن في الحقيقة احنا مش في ران تجارب متفق مع الدكتور جودة طبعا تماما لكن المشكلة دكتور جودة وأنت يعني عالم من علماء الاقتصاد السياسي ان احنا مشكلتنا الأساسية مش في الاقتصاد مشكلتنا الأساسية في الاختيارات السياسية وفي استقلال المؤسسات المالية والاقتصادية المصرية طول ما المؤسسات المالية والاقتصادية المصرية وطول ما رئيس البنك المركزي تقود السلطة السياسية طول ما احنا هنظل في ايران تجارب ويجربوا كل يوم معنا دواء جديد